مرحبا بكم ناسي لكل تطورات جديدة ومتسارعة في قضية الإعلامية سحر حامد اللي وجهت رسالة مباشرة اليوم إلى الأستاذ مونير بن صالحة المحامي اللي هبت برشا تدوينت على هذه القضية تنخل لكم اليوم تتفرجوا فيه على خطر قال برشا حقائق صادمة تنجم تغير مجرى القضية لكن الجديد هو أنه الرسالة اللي وجهتها سحر حامد للأستاذ مونير بن صالحة كانت رسالة مؤثرة جدا تبكي برشا بحرقة على خطر في لحظة تنجم تلقى روحها هي ظالمة مش مظلومة ولا صار عليها البركاج وفما تشكيك وهي بشترد وتوضح حقيقة هذا التشكيك للناس الكل في البداية مونير بن صالحة كان هبت تدوينه وقال اسباح الخير للناس الكل نحب نقول لكم اللي راهوا الأعلميات والأعلميين فوق روسنا ونحبوهم ونغيروا عليهم وهما فرسين هذا الوطن والعركة مهيش قطاعية بين المحامين والأعلميين ونحب نقول لكم اللي المرأة تنسية تيج فوق روسنا ومنحبوش فيها دقة الشوكة وزيدا نقول لكم اللي أي حد يبركي الناس ويسرقهم نطلبوله أشد العقوبة خطر جرثوما تنخل المجتمع وزيدا رانا نرفضه بشي تحول الفيسبوك إلى محاكم شعبية تعوض القضاء المستقل وربي ظهر حق كل مظلوم إلى حد الآن استاتيو ما فيها حتى شي لكن قال مونير بن صالحة في نفس استاتيو قال لكن خذوني على قد عقلي بالحق وفسروا لي حاجة محيرتني علش الذربة مرة على الخد لي سار ومرة على الخد لي مين وهذا مش تصاور هذن فيديوهيت مسجلة الحق هذه حاجة محيرتني وإن شاء الله نلقى في صحابي شكون يفسر لي اللغز هذا استاتيو هذا هابته مونير بن صالحة وبرتجيته سحر حامد لكن بعد توضيحه متاحة مشي فسخه مونير بن صالحة فسخ استاتيو هذا من البروفيل متاحه على موقع فيسبوك سحر حامد عملت فيديو ستورييت وقالت اللي هي ما كانتش بشترج على مونير بن صالحة لكن لحقيقة قت له أنا كنت نخزر لك بعين كبيرة ونور مال مو أنت تفهم عن الموضوع هذي كيفيش واستغربت كيفيش هو يشكك يوصل يشكك في أنه هي معناية ناحي البونس مون ومرة تحطها على لي مين مرة تحطها على لي سار وقالت له اللي هي كيف تصور بالكاميرا متاع السيلفي تظهر على لي مين إذا كان حد تصورها بالكاميرا مثل متاع التليفون هو يصور فيها فإنه عادي جدا مش تظهر على لي سار كما أي اكتيبة مثل في البول مثلا الاكتيبة كيف تصور بالسيلفي تظهر مقلوبة كيف تصور بالكاميرا العادية تتقرأ لكتبة هذيك وستغربت من أنه يتم التشكيك على خطر زميله بو الطفلة اللي عملت لها براكاج وقالت اللي هي في لحظة في ليلة والنهار كنت مظلومة تلقى روحها هي الظالمة شوية أخرى بشيشكيوا بيها وتتقلب موازين لحكية الكل هذا طبعا في تبعات الفيديو لولي اللي حكيت لكم عليه اللي بش خليكم اللي ينتجوا وتتفرجوا فيه بش تفهموا أكثر تفاصيل اللي شنوها لحكية اللي بش تخلي مونير بن صالحة يعني والمحامين معناها اللي صارت عليه المشكلة الكل اللي صحر حامد ناجم تكون مش تولي معناها ظالمة مش مظلومة في كل الأحوال صحر حامد تبكي بحرقة وقتله مش معقول اللي أنا بش شد معناه نبدل بانصمون من اللي مين للي صاره اللي هي من اللي صارت لحكية ما شافتش بنيتها عند أكثر من جماعتين نفسيتها تهبة وضعات الرب وقالت حسبي الله نعم الوكيل وكانت تبكي في حالة نفسية صعبة برشان قلوا ربي ظهر الحق إن شاء الله ربي معك صحر حامد وإن شاء الله اللي عنده حق ياخده انت ولا أي إنسان آخر والحقيقة شوفنا برشة تفاعل على السوشال ميديا برشة تضامن مع صحر حامد خاصة من الأعلميين اللي حسوا أنه صحر حامد معناه بش يذيع الحق متاحها على كل حال إن شاء الله ربي مضايا حق حتى حد وربي يظهر الحق إن شاء الله كل حد يخو حقه والقضاء يخو مجراه لا فما محامي بنت محامي تتحاسب إذا أجرمت ولا بنت قاضي ولا بنت أي حاد معناها إذا عمل جريمة يتحاسب وفما قانون في البلاد ما تنسوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بش وسيلكم الفيديو القادم بش تعرفوا أكثر التطورات خليوا جاي مع الفيديو إلي كومنتير متعكم شنو رايكم في هذي التطورات ترجمة نانسي قنقر